اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك ولي العهد على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة وما تتميز به من أسس راسخة من التعاون والتنسيق والعمل المشترك لأكثر من مئتي عام ونوه سموه بما تحظى به العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين من اهتمام وحرص متبادل لمواصلة تعزيزها والدفع بها نحو أفاق أكثر اتساعا في إطار ما يجمعهما من علاقات راسخة وزيارات متبادلة واتفاقيات مشتركة تحقيقا للمصالح والتطلعات المنشودة جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر القضيبية اليوم بحضور سموه الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة وسعدت السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء سعدت السيد ألستر لونغ سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين حيث أشهد سموه بالدور الهام للمملكة المتحدة إلى جانب الدول الحليفة الشقيقة والصديقة في ترسيخ ركائز الأمن وسلم الدوليين بما يسهم في رفض المساعد التنموية واستدامتها في المنطقة والعالم أجمع مشيرا سموه إلى أهمية مواصلة تطوير الشراكات الاستراتيجية القائمة بين البلدين الصديقين والبناء عليها بما يسهم في الدفع بمسارات التعاون والتنسيق المشترك نحو مستويات أكثر شمولا على الأصعدة كافة ويعود بمزيد من الخير والنماء على البلدين والشعبين الصديقين وجرى خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ومنقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك واستعراض سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين بما يحقق التطلعات المشتركة